مقلب مقلب كشف عن خيانة مراته له مع شابي خليدي بلوجر بلوجر اسمه عصام حا نشاولي اسمه بالكامل عنده 33 سنة بلوجر وموديل بيعرض ملابس جنس في احدى الشركات الخارج اتقدم بدعوة قضائية طالب فيها انه يطلق زوجته وبرر عصام في الدعوة دي الى يعني كان بيعمل مقلب اه او ان كان مقلب بيجهزوا مع مراته ويهزر معاها كان سبب انه يكشف خيانة مراته له بعده خروجه من البيت لتصوير اعلان ودي طبيعة عمل وقال ان هو اقنع مراته ان هو هينزل يصور فيديو وهيغيب يومين فبعدهم حادثة طويلة بينهم مراته وافقت زعلانة الست وبتقول له بتخرج وبتقب اليومين وبالتلاتة وما بشفاكش الراجل قاعد جنبها وبعدين حبي يهزر ويدحك معاها وينكت معاها وانتوا عارفين ايه بلوجر دول لما هو خفيف بس هو في شر اعماله هو وهي مهم رأى عامل ايه خلى فريق العمل اللي معاه ركب كاميرات عشان يصوره مقلب وفي نفس الوقت عشان يصالح مراته لكن ده في شقيته طبعا ما خافي كان اعظم زمه هو ايه قالك ان هو لأ مراته بتتكلم على التليفون مع شاب خليجي والشاب ده بيقنعها انها تفتح الكاميرا تكلموا فيديو يعني هو راح يعمل مقلب اكتشف المصيبة اللي عنده او البالوة اللي عاملها الستة الانم اه ادي البلوجر ادي البلوجر واليوتيوبر حتى حياتهم كلها كب كلها خيانة كلها قزارة نتانة مفيش مبادئ مفيش اخلاق ها الراجل بيقول كان عادي اشتغل عشان يجيب فلوس وبيغيب عن بيته بالاسبوع طبعا مش عارب برضو بيعمليه في الاسبوع ده ولكن ها الزوجة مش مضاع وقتها مقضيها يمين وش مهال ها عفوا شمال بس مفيش يمين خالص عندها وهو ده هو ده اللي بنبه عنه كل حلقة ان الناس دي ما بيجيش من وراهم غير الهم والغم والفضايا وفي الاخر ينتهي الكلام في المحكمة بأي طريقة بقى ادي البلوجر مش هبطل كلام عنكم ده انتو حبيبي